بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله في كيمة أربعة فصل الثالث فصل الأحماض والقواعد ندخل اليوم في الجزء الثالث من أحد الأجزاء الموجودة عندي في قسم الأحماض والقواعد وهو يتكلم عن مرحلة ما بعد الحمض والقاعدة يعني الآن لو كان عندنا حمض وقاعدة ماذا يحدث لو وضعتهم مع بعض وكيف أكتشف أن هذا عبارة عن حمض وقاعدة لو وضعتهم مع بعض كل الأمور الآن نكتشفها في جزءنا الثالث ليتكلم عن الأحماض والقواعد جزء نظري وأغلبها المفروض أن نأخذها إن شاء الله في المختبرات لكي نحقق المعلومة هذه الصحيحة لكن بقدر مستطاع إن شاء الله بنفهم المعلومة حسب الشرح أو الطريقة التي سوف تعرض لك نشوف اليوم درسنا يتكلم عن أول جزئية عندنا تسمى أحد أنواع المواضيع التي تتكلم عن حاجة تسمى التعادل ماذا هنا يقصد بكلمة التعادل الموجودة عندي هنا بنعرف إن شاء الله في كلمة التعادل هذه بنعرف ماذا يقصد بكلمة التعادل وأيضا ما هي القاعدة عامة لتفاعلات التعادل الموجودة عندي هنا وأيضا نأخذ أمثلة على تفاعلات التعادل يعني في أشياء كثيرة هنا تتكلم عن التعادل هنا طيب هنا لازم نعرف ماذا يقصد عندي هنا بالتعادل التعادل هنا لو جئنا نتكلم عن موضوع هذا هنا لازم نتكلم الآن عن أحماض وقواعد الآن لو جئت كذا قلت يا أستاذ أنا أبو حاول أخذ لي حمض وأخذ لي قاعدة وحطم مع بعض ماذا يحدث أمامي هذا الشيء هو ما نسمى عندي التعادل التعادل هنا يمكن يجي واحد يقول أنا أخذ حمض قوي وحطه مع قاعدة قوية وأشوف ماذا يحدث الناتج واحد يقول أنا أحط حمض ضعيف مع قاعدة قوية وأشوف ماذا يحدث وأيضا يقول واحد أنا أحط حمض قوي مع قاعدة ضعيفة وأشوف ماذا يحدث كل هذه الاستنتاجات وكل هذه الأمور أنا أعرف كيف ينتج عندي ما يسمى بتفاعلات التعادل تفاعلات التعادل هي تفاعلات ثابتة وماشي على نمط واحد فقط ما هو هذا النمط؟ أي نوع من الأحماض لو أضفت لأي نوع من القاعدة ينتج لي نوعين أساسية من حاجة ما عندي ملح وأيضا ينتج عندي الهلماء السهل فلناخذ قاعدة بشكل عام أو ناخذ تعريف تفاعلات التعادل هو أنك تأخذ حمض واضيفه مع قاعدة لينتج حاجتين عندي اللي هو الملح أي نوع من الأملاح اللي سوف تنتج عندي مع النوع الآخر اللي هو عبارة عن ما لو لاحظوا الآن يقصد بالتعادل هو عبارة عن تفاعل هو عبارة عن تفاعل تفاعل من؟ حمض زائد قاعدة طيب تفاعلت حفظ مع قاعدة فأي تفاعل تفاعل لازم ينتج لحاجتين أول حاجة اللي هو ملح الملح اللي طالع عني أنا من الحمض وطالع عني من القاعدة والشيء الثاني اللي هو عبارة عن الماء طيب يا الساد هل الكلام هذا ثابت؟ نعم ثابت أي حمض مع قاعدة لازم يكون عندي الناتجين اللي هو ملح والناتج الثاني اللي هو عبارة عن الماء اللي هو الماء بالنحية أو بالحالة السائلة لاحظ عندي هنا قاعدة بنعرف اللي أنا من أي قاعدة موجود عندي أيضا مع حمض ينتج لي اللي هو عبارة عن الملح اللي طالع من الحمض والقاعدة وأيضا ينتج عندي الماء فمعناتها هذا الشيء الموجود عندي هنا هي القاعدة العامة بشكل عام لتفاعلات التعادل لاحظ هذه القاعدة الموجود عندي اللي هو لو أخذنا قاعدة مع حمض يطلع لملح زين ما ناخذ مثال ملح اللي موجود عندي الهيدروكسيدي الماغنيسيومال واللي موجود في حليب الماغنيسيا حليب الماغنيسيا هذا يوجد عشان تعرفون الفكرة الآن هذا من مضاد الحموضة يستخدم مضاد الحموضة الآن أنا عندي حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCL هذا عبارة عن حمض لكن وين يوجد؟ يوجد في المعدة والآن لو تلاحظ يا أستاذ أنا عندي حرقة في المعدة يسمى عندي اللي يسمى حموضة الآن في المعدة تروح عندي الصيدلي وتقول أنا عندي حموضة يقول استخدم الأعلجة التالية ويعطيك أحد الأعلجة اللي يسمى عندي تحص في تركيبها هيدروكسيدي الماغنيسيوم اللي يسمى عندي حليب الماغنيسيوم طيب ما هو الفائدة أو الميكانيكية التفاعل التي تحدث إذا أخدت هذا الدواء الميكانيكية أو التفاعل اللي يحدث عندي هم العلماء وجدوا انك لو وضعت اي حمض مع قاعدة بتغير تركيب الاثنين مع بعض فينتج لي مواد جديدة ما هي المواد الجديدة هذه انت لو اخدت هذا الحليب ووضعت او استخدمت انت الان كعلاج تلاحظ بعد فترة من الزمن ان المعدة هدأ الحموضة الموجودة فيها لماذا لان هذا الحليب تفاعل مع حمض الهيدروكلوريك اللي موجود في المعدة وكون لملح جديد له عبارة عن كولوريد المغنيسيوم وايضا ماء فلذلك عمل الاثنين يلغون بعض في القوة وفي النوعية فحطت قاعدة مع حمض اللغة القاعدة واللغة ايضا الحمض ويكوني ما يسمى عندي هذا عبارة عن الملح اللي هو عبارة عن كولوريد المغنيسيوم والماء في الحالة السائلة وهذه احد الامثلة الموجودة عندي للتفاعلات المثال الثاني لو خدت حمض قوي مع قاعدة قوية يعني زي الان هذا عبارة عن حمض الهيدروكلوريك وهذا عبارة عن قاعدة هيدروكسيد السوديون لاحظ معي حمض زادا قاعدة يعطيني الملح زادا الماء طيب الساد من وين جان الملح؟ من وين؟ هل جانا النا السائل من القاعدة أم جان من الحمض؟ وين العناصر اللي جات عندي؟ فلو جينا فيه تفكيك المركب الآن على شكل معادل آيونية ايش سائل يعطيني بالشكل هذا ايش موجب زي السائل سالب الشيء الثاني القاعدة اني وجه لو جيت فكيكه يعطينا اني موجب هي موجب وهو ايش سالب طيب الملح اللي طال عندي الآن من وين جاء السوديوم ومن وين جاء الكلور فمعنات الملح اللي بيطلع عندي بيطلع ياخذ الآيون السوديوم اللي في القاعدة مع الآيون السالب اللي في الحمض فمعنات الملح اللي يتكون عندي من تفاعل التعادل هو جاي من حاجتين من الآيون الموجب الآيون الموجب من القاعدة مع الأيون السالب من الحمض فكون لي ما يسمى عندي الملح لذلك الملح جاي من حشتين أيون موجب من القاعدة والأيون السالب من الحمض يبقى عندي الماء كيف تكون الماء؟ هذا الهيدروكسيد الموجود عندي مع الـ H موجب لو ربطتهم مع بعض كون لي ما يسمى الماء اللي هو عبارة عن H فتكون بالشيء هذا لذلك لو جاءنا السؤال الآن كيف تكون الملح؟ من وين تكونت الأيونات الملح؟ تقول للأيون موجب جاي من قاعدة والأيون السالب جاي من حمض لا تعكس الموضوع فتقول للأيون موجب جاي من حمض والأيون السالب من قاعدة كذا طلعت الماء لكن نفهم الفكرة هذه الملح اللي ينتج عندي من التعادل جاي من حجتين الأيون السالب من الحمض والأيون الموجب من القاعدة طيب كذا هذا تكلمنا عن ما يسمى أحد الأنواع الموجودة في اللي هي عبارة عن التعادل الآن بيجينا موضوع مهم جدا يسمى معايرة الأحماض والقواعد حاجة تسمى جديدة عندي كلمة معايرة ماذا يقصد عندي في المعايرة المعايرة هنا أنا الآن بحط ملح بحط حمض وحط عندي قاعدة لازم أعرف الآن في هذه المعادلة أو في هذه المعايرة اللي موجودة عندي اللي يسمى عندي معايرة بيكون عندي أنا في نقطة التقاء تكون بين الحمض وبين القاعدة معناتها هذه النقطة اللي بيكون عندي لقطة التقاء هنا المنطقة اللي تتساوى فيها عدد مولات الأحماض وأيضا تساوى عدد مولات القواعد أيضا تتساوى فيه أيون هيدروجين وأيضا تتساوى فيه تركيز أيون الهيدروكسيد هذه المنطقة اللي أستطيع أن يكتشف فيها قوة الحمضية أو قوة القاعدية مع المواد الأخرى المواد الأخرى يقصد فيها هل هذا التفاعل مع حمض قوي أو قاعدة قوية فندخل الآن في المعايرة والمعايرة تربطنا بقانون أخذناه في الفصل الثاني اللي هو يسمى عندي قانون التخفيف لكن خلنا نشوف الآن ماذا يقصد عندي المعايرة بشكل عام المعايرة طريقة لتحديد تركيز محلول مما لازم أنا أعرفش هذا المحلول وذلك بتفاعل حجم معلوم منه مع تركيز معلوم منه طيب الساد وش يقصد هنا يقصد لو شفت الرسمة الموجودة عندي هنا الصورة الموجودة عندي الآن هذه هي الطريقة اللي تعمل فيها معايرة عندك في المختبر فأول حاجة بتجي عندي هنا هذا تسمى عندي اللي هي السحاحة وما هي السحاحة؟ هي عبارة عن أداة توضع فيها المحلول القياسي يسمى عندي المحلول القياسي يا الساد وش المحلول القياسي؟ المحلول القياسي هو الجملة اللي يقصد فيها هنا هو اللي يكون أنت عارف إيش حجمه أنت عارف إيش حجمه وعارف إيش التركيز الموجود عندي معناته هنا هذا هو عبارة عن المحلول القياسي دائما توضع في السحاحة الموجود هنا دائما في الكأس الموجود عندي هنا هذا المراد قياسه سواء حمض ولا قاعدة معناته أنت تعرف الحجم حسب اللي موجود عندي ولاحظ هنا في الرسمة هنا رابطة عندك في مقياس يعطيك الرقم الموجود عندي هنا تعرف كم نقطة البي إيش الموجود عندي هنا وصلت مثلا عني 7.9 أعرف النقطة الموجودة عندي فعملية المعائرة تمشي بعدة خطوات نأخذ الآن كيف طريقة هذه المعائرة وكيف أنك تعمل هذه المعائرة بالخطوات واحد واثنين وثلاثة وكيف أني أبدأ أرسمها كرسم بياني ومنها أكتشف وين نقطة التكافؤ عندها أو نقطة اللي يكون فيها متساوية أيونات الموجب هيدروجين الموجب مع أيونات هيدروكسيد وأيضا في بعض في حاجة تسمى عندي هنا كواشف لهذا الموضوع اللي يسمى كواشف الأحماض وكواشف القواعد نشوف كيف تتم عملية المعائرة الآن أول خطوة بحط عندي محلول قياسي هنا محلول قياسي ماذا استفد فيه؟ يا أستاذ والله أنا عندي M1 في في 1 يساوي M2 في 2 فمعنات المراد قياسه هنا اللي هو عبارة عن التركيز الثاني فمعنات الموجود في السحاحة هذه بيكون عندي حجم معلوم وتركيز معلوم وهنا بتحط أنت مثلا حجم معين مثلا 5 ملي أو 50 ملي أو 10 ملي حسب اللي أنت تبدأ في عندك في عندك في اللي ما يسمى عندي بالمعايرة طيب استاذ شف هنا أعطاني هنا زي الماصة عندي هنا ويعطيك نقاط بيضاعات طيب ما هذا النقاط؟ هنا يضع حاجة تسمى كاشف ما هو هذا الكاشف؟ الكاشف هذا عبارة عن أصباغ كيميائية تعطي في مرحلة من المراحل مع المواد هذه حسب المادة هل هي حمضة قوية ولا قاعدة قوية ولا حمض ضعيف مع قاعدة قوية أو أدمجهم مع بعض في نقطة معينة يعطيك لون محدد هذا اللون مع التحريك يبدأ يتغير إلى أن يثبت هذا اللون إن ثبت هذا اللون نقطة اللي تثبت فيه هذا اللون توقف هنا هنا صار ما يسمى عندي بالمعايرة صار عندي حاجة فيها تعادل تعادلت أيونات أيون الهيدروجين مع أيون الهيدروكسيد فالنقطة الأولى أنت لازم تعمل بخطوات هذه أول حاجة أضع المحلول القياسي اللي عندي اللي معروف في تركيزه وفي حجمه الشيء الثاني أضع في الكأس عندي أو الدورة الموضوع اللي أطلع أنا تركيزه أو المحلول أو المادة اللي أطلع تركيزها لكن أنا عارف هذه المادة فمثلا لو كان نشوف عندي نرجع لخطوة رقم 2 لكن بعد ما نشوف الرسمة عندي هنا أحد المعايرات الموجودة عندي معايرة HCL مع هيدروكسيد الصوديوم طيب يا الساد إيش أعطاني هنا؟ أعطاني يبقى تطلع تركيز الـ HCL من خمسين ملي من اللي هو هيدروكسيد الصوديوم فمعناتها عندي هنا أعطاني الحجم الأول لمن؟ لهيدروكسيد الصوديوم طيب الساد كم الحجم الموجود عندي؟ والله خمسين كيف عرفت موجود عندي؟ طيب أعطاني تركيز اللي هنا تركيز NAOHكم هو 0.100 طيب أعطاني في الحجم الثاني أنا موجود عندي بطلع عندي الحجم أنا ما هو موجود عندي الحجم لكن بعرف أنا بالتركيز أعطاني هنا حاجة معلومة أنا بعد عملية المعايرة بعرف أن الحجم الموجود عندي أو التركيز البيضي عندي 0.100 الآن وسألتكم بالبيانات الموجودة عندي هنا في البيانات الموجودة عندي من اللي نضع في السححة عندي هل نضع هيدروكسيد الصوديوم أم الـ HCl حمض الكلور الموجود عندي ها فكروا هل نضع HCl أم نضع اللي هو عبارة عن هيدروكسيد الصوديوم أحسنتم نضع هيدروكسيد الصوديوم هنا يعني أنا أعطيكم كمثال لماذا؟ لأنني أنا عارف إيش تركيزه وعارف إيش حجمه معناته بضع في الإناث الثاني أو ما يسمى عندي الدورق هنا يضع فيه الحمض اللي هو إيش سئل للحمض القوي عندي وبينا أكتشف كم الحجم اللي بيطلع عندي وكم يطلع عندي التركيز بالشيء هذا الآن انتهينا من الخطوة الأولى أنتقل للخطوة الثانية ما هي الخطوة الثانية؟ بعد ما أضيف الأهم حاجة عندي الكاشف الكواشف كثيرة عندي سوف نأخذها بالتفصيل أنا مع فتح السنبورو موجود عندي هنا أو فتح الموجود عندي الغالق اللي موجود عندي هنا لا أفتحه مباشرة لكن أضعه كنقطة نقطة موجود عندي كنقطة نقطة لماذا؟ لاحظ أنا مع التحريك يبدأ اللون باللون أصفر حركت مرة مرتين ثلاث يستاذ اختفى اللون معناتها الآن لم تصل إلى النقطة نقطة اللي تسمى نقطة التكافأ أكمل أبدأ أفتح نقطة نقطة ألاحظ أن الحجم يبدأ عندي يقل لاحظ عندي بدين من خمسين بعدها يقل يقل يصل إلى مرحلة معينة في الحجم أفتح وكل مرة أحرك ويبقى اللون عندي باللون الأصفر زين موجود عندي هنا لاحظ أن تصل إلى مرحلة لرقم ثلاثة مع التحريك يطلع عندي اللون الوردي هنا طيب الساد كلما حركت طال عندي اللون هذا ثبت هنا في هذه اللحظة في هذه اللحظة أوقف مباشرة مداما ثبت لون الكاشف الموجود عندي هنا أستطعت أني أعرف كم الحجم الموجود عندي هنا فأستطيع أن أحسب الحجم مع التركيز وطلع ما يسمى عندي اللي هو بطريقة علمية قانون التخفيف الموجود عندي اللي هو تركيز الأول في الحجم الأول ساوي تركيز الثاني في الحجم الثاني بدون أستخدم عملية رياضية استخدمتها بطريقة علمية لكن متى أعرف أني وصلت إلى النقطة المحددة كلما حركت هذا الدورق لم يتغير اللون ثبت هذا اللون ولذلك لاحظ عندي هنا ليس كل كاشف يعطيك نفس نقطة التكافؤ أو ما يسمى عندي نقطة المعاهرة طيب ماذا يقصد هنا في الشيء هذا لاحظ عندي هنا في هذا التفاعل اللي كان عبارة عن حمض قوي مع من قاعدة قوية لاحظ نقطة التكافؤ أعطاني المنطقة هذه يعني كان عند الكاشف يسمى برو ثيمول الأزرق هذا إن شاء الله بناخذ الآن الكواشف ما الفرق بينهم لاحظ هذا وقف عند اللون الأخضر هم عارفين أن هذا الكاشف اللي هو الأزرق عندي هذا يوقف عند اللون الأخضر وثبت اللون الأخضر هنا توقف الرسمة طيب الرسمة هنا لاحظ الحجم اللي بدينا فيه وصلنا إلى عند تقريبا وصلنا إلى عند الخمسين وقفنا هنا ولاحظ كل مرة البي اتش يش فيه يزاد البي اتش وكل مرة يمشي معنا المخطط لكن وصلنا عند نقطة التكافؤ نقطة التكافؤ هذه هي المنطقة طيب لو سألك الآن واحد كم هي نقطة التكافؤ في الرسمة اللي موجودة عندي هنا كم هي نقطة التكافؤ وعلى أي ساس تأخذ هذا المكان لماذا لم تأخذ في الأعلى ولماذا لم تأخذ في الأسفل لماذا أخذت هذه النقطة بالضبط وأي معايرة لازم يتمشي معاك رسمتك بهذه الطريقة رسم بياني لو رحت أنت المختبار وتلاحظ أنك تمشي على هذا الرسم بياني وبعدين يسألك كم تتوقع أن يكون نقطة المعايرة النقطة التي ثبت فيها اللون لون من يسأل لون الكاشف فمعنات النقطة التي ثبت فيها لون الكاشف هي نقطة التكافؤ فبعضهم يكون دقيق جدا جدا لأنه يمكن بنقطة وحدة تتغير هذه النقطة من شخص لشخص ومن طالب لطالب ولذلك عند فتح هذه السحاحة أو المقياس الموجود عندي هنا لازم تضعها كنقطة نقطة حتى لو أخذها منك فترة زمنية والسبب يمكن بنقطة وحدة تصل إلى النقطة الصحيحة لنقطة التكافؤ بينما زميلك وهو فاتح بالشكل السريع بيعدي هذه النقطة بمراحل ولذلك شوف الطالب الدقيق جدا في هذه العملية لو كنت في المختبر لازم تأخذها كنقطة نقطة لأنك سوف يثبت الرقم أو يثبت اللون عند أحد النقاط التي أنت أضفتها لا يكون هناك في ملل في الفتح الموجود عندي هنا فلذلك هذه النقطة الموجودة عندي تختلف من طالب لطالب لكن النقطة الصحيحة الآن زي موجودة عندي في الرسم البياني هنا متى أعرف أو أوجدها الآن لو أعطاك رسم بياني ما هي نقطة التكافؤ هنا كيف أكتشفها واضح فكر معك مع التجربة الثانية هنا شوف نقطتين التكافؤ تختلف لكن ليش اختار المنطقة هذه فكر قليلا أحسنت أنت لازم تحسب المربعات اللي هنا كيف أحسب المربعات اللي مشى فيها خط مستقيم ارتفع بخط مستقيم المربع اللي في المنتصف أو النقطة اللي في المنتصف في هذا الاستقامة هي نقطة التكافؤ هي النقطة اللي تساوى فيها عدد مولات الحمض مع عدد مولات القاعدة اللي تساوى فيها تركيز الايون الهيدروجين مع تركيز الايون الهيدروجين نفس الكلام لو تحسب هنا المربعات مع هذه المربعات يطلع عندي نقطة التكافؤ الموجودة عندي لاحظ نقطة التكافؤ هنا لو واحد دقيق ها كم عندي هنا سبعة السؤال هنا هذا الدقيق الطالب اللي طلع سبعة وكلامه صحيح مئة في المئة لماذا طلع الرقم عندي هنا سبعة بينما لو شفنا الرسمة الثانية لكن بتجربة مختلفة لاحظ عندك أعطاك الحمض هنا مختلف عن الحمض الأول لكن نفس القاعدة الموجودة عنده هنا من يقول لي هنا ليش طلع هنا الرقم تقريبا ثمانية ونصف بينما الموجود عندي هنا رقم سبعة فكر قليلا وشوف كيف رضع ليش طلعت نقطة تكافؤ هنا ثمانية ونصف بينما الرقم الموجود عندي هنا سبعة ها أحسنت رقم سبعة لأن المادتين اللي صلحت لهم ما يسمى عندي معايرة حمض قوي وقاعدة قوية فمعناتهم متعادلين في القوة ويعطوني نفس الأيونات الموجودة عندي فمعناتهم يتفكك تفكك كله يعطيه الرقم الصحيح اللي هو رقم التعادل الموجود عندي رقم سبعة طيب في الرسمة بي لماذا أعطاني هنا الرقم ثمانية ونصف هنا تعمت في الرسمة هذه لأنه ليس كله نقطة تكافؤ لازم يعطيك نقطة التعادل المعروفة عندنا اللي هي رقم سبعة تختلف من مادة إلى مادة ليش الرقم هنا أعطاني ثمانية ونصف في الرسمة اللي هو بيه هنا طالع وشوف الفكرة والله أستاذ هنا إني أي و إش صح وهنا إني أي و إش طيب شو اللي اختلف هنا موجود إش سي إل لا هنا موجود إش سي أو أو إتش اللو هذا شسمه حمض الميثانويك طيب يا أستاذ وش الحمض هذا قولنا الأحماض اللي زي كذا عبارة عن حمض ضعيف فأنت الآن عايرت حمض ضعيف مع قاعدة قوية هذه عبارة عن قاعدة قوية فأنت لازم تفكر في رسمتك في نقطة التكافؤ قبل ما تبدل حسابات لازم يكون رقمي فوق السبعة لماذا يكون لازم رقمي فوق السبعة لأنك الآن عندك قاعدة قوية و حمض ضعيف فبيكون يتحول الوسط اللي عندك إلا تكثر عندك أيونات الأواتش فيكون الوسط عندي وسط قاعدي فلازم الرقم يكون فوق السبعة كذا بديهيا فلو جيت أنت نقطة التكافؤ في الشي هذا أقل من السبعة أعرف أني عندك غلط في هذه التجربة طيب لو سألتكم سؤال ثاني لو أخدت حمض الكلور مع أحد القواعد الضعيفة اللي فيها مثلا قاعدة النشادر موجودة عندي هذه أحد القواعد الضعيفة فإن تتوقع الرقم هل بيكون فوق السبعة أم تحت السبعة أحسنت تحت السبعة لماذا؟ لأن هذا الحمض اللي بيطلع عندي وسط حمضي فلازم تكثر عندي أيونات الهيدروجين فمعنات عندي هنا بيكون الرقم تحت السبعة فالشي هذا مهم جدا بتعرف اللي بيسمى عندي في المعائرة هذه بعض استراتيجيات كيف أعرفها هذه الأرقام وكيف أعرف اللي هي نقطة التكافؤ الموجودة عندي نكمل يا أستاذ أنت ما شرحت لنا عن حاجة تسمى الكواشف اللي أخذتها فيه الكواشف لو تلاحظ عندي كواشف كثير جدا جدا من الكواشف هذه الكواشف المعتمدة عالمية هذه الكواشف المعتمدة عالمية طيب أستاذ لي كيف نختلف من واحد إلى واحد فبعض الكواشف مشهورة عندنا فبعض الكواشف مشهورة فأحد الكواشف المشهورة عندي ودائما عليها أسئلة هذا الكاشف اللي هو برومو ثيمول الأزرق لماذا هذا إش بهمته هو دائما لو عرفت أن عندك حمض قوي مع قاعدة قوية هذا يكشف الشيء هذا هذا الكاشف اللي بعده اللي هو عندي الفينو لفثالين هذا يكشف عندي مثلا قاعدة قوية مع حمض ضعيف معناته يعطينا الألوان في المنطقة هذه ولو لاحظت عندك الكواشف هذه أشكال وأنواع وتستخدم وفي عندنا كاشفنا العالمي لو زي ورق تبع الشمس الموجود هنا هذا كاشف يعتبر عالمي لماذا يحطه عالمي لأنه يعطيك جميع الأحماض والقواعد ولا تستخدم بحاجة مخصصة معناته هذه الكواشف هي اللي تعطيني نقطة التكافو اللي لازم تكون عندي يكون عندي عدد مولات الأحماض والقواعد متشابهة آخر حاجة في درسنا اليوم كواشف الأحماض والقواعد فيه كواشف طبيعية ليس كل شيء لازم يكون عندي كيميائي أو صناعي عندي كواشف طبيعية أهم كاشفين عندي موجود حتى في البيت هو الكاشف الأول اللي هو الشاهي الشاهي هو يكشف للأحماض ولذلك لو وضعت هنا ليمون يتغير لون الشاهي من اللون الأحمر إلى اللون الأصفر لماذا؟ لزيادة آيونات الهيدروجين وهذا كاشف للأحماض لو تبقى تعرف إش المادة عندك حمض حط على الشاهي تغير اللون يا سلا الكاشف الثاني اللي هو يسمى عندي الملفوف الأحمر الملفوف الأحمر هذا أنا بروح أقطعه وأغلي ويطلع لي لونه وردي اللون الوردي هذا الملفوف الأحمر بيعطيني لونين لو كانت المادة حمض بيعطيني لون أحمر لو كانت المادة قاعدة بيعطيني لون أخضر فمعناته هذا الكاشف الطبيعي لو بيعرف أن هذه مادة قاعدة أروح أضيف عليها هذا الملفوف الأحمر وإذا طلع لون أخضر أعرف أن هذا قاعدة طلع لون أحمر تغير من بنفسجي إلى أحمر أعرف أن هذا حمض وهذه الكواشف كواشف طبيعية يعني موجودة عندي أستطيع أني استخدمها بدون ما استخدم الكواشف اللي هي الصناعية أو الكواشف الكيميائية المعترفة فيها هذا درسنا اليوم تكلمنا عن هذا الموضوع كاملا من تعادل ومعايرة ثم انتهينا فيما يسمى بالكواشف وألف شكر لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته